مارس الكرة يتعلم الدرس في أفريقيا يعني لو تفتكر مباراة سان داونز هو عمل زي ما تبتقول كده المباراة اللي هناك ضغط عالي من أول دقيقة وما حطش في اعتباره إن المباراة الأفريقية في الخارج بتبقى محتاجة شوية حرص لو تفتكر حتى في كاس عام الأندية نازل يضغط ريال مدريد عادي ونازل يضغط فلمينجو عادي ما كانش فارم معي يقولك أنا أعمل أي حاجة اتعلم الدرس مع النادي الأهلي وظروف اللعبة في أفريقيا تحديدنا أو حتى على المستوى الكبير إنه مفيش مانع النادي الأهلي بكل تواضع يدافع ويبقى حريص دفاعيا بشك فيه اتزان حتى في الشيوت التاني بص سؤالك ده زكي جدا وكان نفس إن انت تتسأل ولي كلر في مباراة سان داونز يمكن دي المباراة اللي أنا زعلت فيها لإني قبل المباراة أنا حسيت كان فيه مباراة في الدوري وكانت قريبة جدا حسيت إنه مدرس فريق سان داونز كويس عشان تضغط على سان داونز وانت بتضغط على سان داونز لازم خط الدار ونص الملعب يزوقوا وراء اللعيبة ما يبقاش فيه مسحف العمب للأسف في المباراة دي كان فيه ضغط من فوق عالي وكان فيه فجوة بين نص الملعب وبين المواجمين فكنا بنتضرب من نص الملعب وهم لعب الكورة خماسي لعب الكورة زي لعب الكورة الخماسي بيقفوا على الكورة فهو الضغط كان ممكن ينجح لو أنت ضام بلعبتك على بعض يعني كان لازم خط الضهر يزوق مع نص الملعب عشان يبقى الضغط دايما هنا مفيش مساحة إن اللعيب يستلم لكن كان فيه فجوة شوية فبالتالي أنا شايف إنه هو المباراة دي تعلم منها رغم الخصوارة تعلم منها كتير واشتغل بعد كده على مباراة الرجاء كويس جدا وعلى مباراة الهلال السوداني هناك كاس ودام برامز والسوبر ودام برامز أنا حسيته إنه المباراة بتاعة سندونز كانت فارقة بينكورة والمدد براف عليك وإحنا زي ما بنقول للراجل اللي ماشي كويس جدا آه كان فيه مباراة اللي هي بتاعة سندونز وعمل هناك مباراة كويسة معهم فيما لعبهم فريق سندونز من الفرق اللي أنا وجهة نظري يعني لو لعبت معهم لازم تقسم معهم المباراة يعني فريق سندونز عنده مشكلة في خط الظهر مشكلة كبيرة إنه هو عايز يبدأ الهجمة من حرس المرمى وخط الظهر وخط الظهر عنده فيه بطء وإنت عندك لعبة سرعة الضغط عشان أعمل الضغط لازم أكون محفظ كل لاعب من فرقتي مين بيضغط ومين بيضغط في أخذ الراجل التاني والمسافات بتبقى ديه وشغل في الملعب لكن الراجل من الأسف برضه معذور إنه ما عندهوش وقت للترينينج يعني التمرين يعني الوقت ديق يعني فيه مباراة مثلا ما تيجي تلعبها أحيانا بتشرحها على الفيديو وتنزل ملعب يا دوب تمرين خفيف ما بتلحقش تعمل لكن مباراة سانداونز لو اشتغل تيكتيكي عليه مع الفريق ده كويس صدقني النادي الآيلي يكسبها مش بصعوبة لأن هم عندهم زي ما عندهم مميزات عندهم أخطاء